ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية وفي مستهال الاجتماع أشرى رئيس الوزراء لأن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قاب 29 والمقرر إنعيقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأدرية باكو منوها إلى أن الاجتماع يستهدف أيضا متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات قاب 28